يتابع محمد بقلق أوضاع مدينته يربيل الخشية من مأل الأوضاع إلى الأسوأ هو ما يشغلوا باله الخلافات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة المركز تلقي بظلالها السلبية على الأوضاع المعيشية هنا في أربيل وباقي محافظات الإقليم نحن هي مشاكل حكومة مثل ما نقول أنا أشوف أنه كمواطني نحن نخوة هذا الشيء أساسي لازم نتفق عليه أنه كمواطن كردي وكمواطن عربي ماكو أي فرق وجاء يرحون أهل أربيل تلقاهم موجودين ببغداد وأهل بغداد تلقاهم موجودين هنا فما أعتقد أن يكون مشكلة بهذا الموضوع مشاكل سياسية ومشاكل حكومة تضاربات جاء يصير بكل مكان وهذا الموضوع أنا بصراحة ما عندي فقه به ولكن كل اللي يقدر أقوله كشعوب نحن متفقين ومتآلفين وأخوة وماكو أي مشكلة بيننا في جولة شاملة المسؤولين في بغداد والإقليم ناقشت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف المشكلات الراهنة وتطرقت إلى الأبعاد الاقتصادية والتي تلقي بظلالها على علاقة بغداد وأربيل ملفات قالت حكومة الإقليم إن القرار بشأنها ينبغي أن يكون بالتشاور وليس بشكل فردي جددنا التأكيد كحكومة إقليم كردستان على أهمية التفاهم والحوار بشأن الملفات العالقة لا سيما ملف النفط والغاز ولا سبيل لتجاوز الأزمة إلا بالحوار لكن من وجهة نظر القانون فإن المحكمة الاتحادية لها اليد العليا في التحكم بملفات عدة منها ملف تصدير النفط من الإقليم وقد سبق للمحكمة أن أصدرت قرارا يقضي برجوع أربيل إلى بغداد في مسألة التصدير مرورا بشركة النفط الوطنية وفق قرار المحكمة الاتحادية 59 لعام 22 هذا أوجب على أقليم كردستان تمكين شركة سومو وأيضا دوار رقابة المالية على الاطلاع على العقود القديمة وأيضا منع هذا القرار الشركات الإجدبية من التعامل مع أقليم كردستان لأنه النفط يعتبر سلعة دولية حكومة وقيم كردستان باتت ترهن وحل مشكلات العراق بوجود قوانين توزيع عائدات النفط والغاز ووصفته بأنه مفتاح حل مشاكل العراق واستتباب الأمن والاستقرار وتمثل الخلافات حول ملف النفط والغاز مشكلة رئيسة منذ سنوات بين حكومة المركز والإقليم وفي حين ترفض بغداد قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم فإنها لم تمجح بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يتواصل تأجيله من دورة برلمانية إلى أخرى سرمد القاص الحرى أربيل